في خبر كمان اتحاد الكرة قرر اقاف الكيد على النادي المصري البورسعيدي تعرفين المصري عمال يعمل في صفقات عظيمة جد ومهمة جد فراح اتحاد الكرة والمصري بيعمل الصفقات الحلوة دي قالك استنى انت الكيد بتاعك موقوف ليه؟ ليه موقوف اقاف الكيد بتاع النادي المصري النادي المصري قالك لحقوني لا النادي المصري ما عندوش مشكلة معلعبين أجانب أو يعني الناس لها مستحقات أو عندها أجنبية لها مستحقات زي ما بيحصل مثلا في الزمالك أو الإسماعيل المصري عنده قصة تانية خالص بقى المصري عنده ديون ما سددهاش للتحاد الكورة ديون ما سددهاش للتحاد الكورة فالتحاد الكورة قرر إقاف القد بالنسبة له عرفاك نفس الأمر بالنسبة لنادي الزمالك ونفس الأمر بالنسبة لإسماعيل زي ما قلت لك الديون بقى المستحقة على المصري لازم يتفعل اتحاد الكورة عشان خاطر يقايد لعبتك الجديدة كام عشرين مليون جنيه ادفع عشرين مليون جنيه اتحاد الكرة تقايد لعبتك الجديدة بتدفعش العشرين مليون جنيه هيبقى عندك ايقاف في القيد خبر وانفراض اخر